امتحان علوم الصف الثالث الإعدادي الترمي الأول 20-23 محافظة أصوات أجب عن الأسئلة الأتية السؤال الأول ألف أكمل الإبارات الأتية واحد عبل الإبصار الناشئ عن نقص كرة العين يسمى تحتون النظر اثنين طول المصارف فالي الذي يسلكها الجسم المتحرك من نقطة البداية إلى نقطة النهاية يسمى صح المسافة أخام ثلاثة بعض الجسم عن سطح المرآة المستوية يساوي نقاط بعض الصورة عنه طيب هنعرفين أن بعض الجسم عن المرآة يساوي بعض الصورة عن سطح المرآة لكن المسافة بين الجسم والمرآة نقاط المسافة بين الصورة والجسم قد إيه؟ صح يبقى نصف يبقى يساوي ايه نصف بعض السور عنه اربعة يمكن تحديد مقدار سرعة السيارة مباشرة باستخدام صح عداد السرعة با اختر من العمود با ما ينسب العمود الف واحد السنترومير صح رقم ها منطقة اتصال الكروماتين معا اتنين كتب المرآة صح رقم دايل نقطة تتوسط السطح العاكس لمرآة تلاتة الجسم المركزي رقم جيم مسؤول عن تكوين خيوط المغزل في الخليل الحيواني اربعة المركز البصري صح رقم با نقطة في باطن العدسة تقع المحور الاصلي جيم متى يحدث كل مما يأتي واحد تكون السرعة النسبية لجسم متحرك اقل من سرعاته الفعالية عندما يتحرك المراقب في نفس اتجاه حركة الجسم وبسرعة مختلفة اتنين تطابق المسافة المقطوعة مع مقدار الازاح الحادثة عندما يتحرك الجسم في خط مستقيم وفي اتجاه ثابت السؤال الثاني اختر الاجابة الصحيح يحتوي نقطة على المادة الورصية من كل الابوين وينمو ليكون نسلا جديدا ألف المشيج با الزيجوت جيم السيتوبلازم دال الكرمسوم صح رقم با الزيجج اتنين عندما يكمل الجسم دورة كاملة في مصار دائري كتره عشر متر يكون مقدار الازاحة ألف عشر متر با خمسة متر جيم اتنين ونصف متر دال صفر طيب بيكمل دورة كاملة يعني هنا موضع البداية يساوي موضع النهاية يبدأ زيها تساوي ايه صح رقم دال تساوي صفر ثلاثة يعتبر التكاثر نقط مصدرا للتغير الوراثي ألف اللاجنسي با بالانشطار الثنائي جيم الجنسي دال بالتبار عم اللاجنسي والانشطار الثنائي والتبار عم ده بيحافظ على التركيب الوراثي لكن التكاثر الجنسي مصدر للتغير الوراثي رقم جيم ليه؟ مثل حدوث ظاهرة العبور مادة وراثية من فردين والأفراد بتحصل عن مادة وراثية من فردين أبويين وليس فرد أبوي واحد أربعة الرسم البياني نقط يمثل جسم في حالة سكون الشكل ألف مسافة وزمن خط مستقيم يوازي محور الزمن طبا ده حالة إيه؟ حالة سكون طب الشكل با ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن سرعة منتظمة با أولا ده علامة صح أمام العبارة الصحيح وعلمة خطأ أمام العبارة الخطأ واحد النجم العابر أكبر نجم يمكن أن تراه من سطح الأرض عبارة خطأ طيب مين؟ طبعا نجم الشمس اتنين الغزان اللزان أنتج المجرات والنجوم والكون عبره ملايين السنين هما الهيليوم والهيدروجين عبارة صحيحة بنسبة كام 25% إلى 75% ثانيا أكتب ماذا يحدث لشعاع الضوئي الساقط في الحالات التالية هنا زوء السكوت 30 يبقى ينعكس بنفس الزاوية الزاوية كام 30 درجة طب الشكل الثانين هنا الشعاع الضوئي بيمر بالمركز البصر العدسة ينفذ دون أن يعاني أي انكسار جيم تحركت سيارة من السكوم ثم زادت سرعتها إلى 20 متر على الثانية خلال أربع ثوان احسن العجلة التي تحركت بها السيارة طيب بلا حركت منين من السكوم يبقى عين واحد تساوي صفر طيب عين اتنين سرعة نهائية تساوي 20 متر على الثانية والزمن أربع ثوان طيب العجلة بتساوي دلتاين على دلتا زي يعني اتنين ناقس عين واحد لسرعة نهائية ناقس السرعة البدائية على دلتا زي تغير في الزمن يعني بيساوي 20 ناقس صفر على أربع تساوي كام خمسة متر على الثانية ايه تربيع السؤال الثالث ألف أكتب المستهل العلمي واحد مقدار الإزاحة الحادثة في الثانية الواحدة السرعة المتيهة اتنين انقسام خلوي مسؤول عن تكوين الأمشاج طبعا انقسام الميوزي أو انقسام الاختزالي ثلاث تغير موضع جسم بمرور الزمن بالنسبة لموضع جسم آخر ثابت صح الجمل التالي الانفصالي الكوتلى الاستوائي التمهيدي الكو واحد تتجه الكروموسومات إلى خط استواء الخالية فيها الطور صح الطور الاستوائي اثنين تعتبر نقط من أمثلة الكميات الفيزيائية المتجهة صح الكو بينما نقط من أمثلة الكميات الفيزيائية الكويسية صح الكوتلى ثلاثة تتكون خيوط المغزل أثناء الانكسام الخلوي في الطور الطور التمهيدي جيم وضح بالرأس المصار الأشعة الضوئية المكونة لصورة جسم موضوع أمام مرآة مكعرة بين البقرة ومركز التكور شعاع بيسكت موازيا للمحور الأصلي صح ينعكس مرن بالبقرة شعاع يمر بالبقرة ينعكس موازيا للمحور الأصلي نقطة التقاء الشعاعين رأس الجسم المضيق الصورة تتكون فين على بعد أكبر من المركز خواس الصورة حقية مقلوبة ومكبرة السؤال الرابع ألف سوّب ما تحته خط واحد سيارة متحركة قطعت 180 كم في ساعتين تكون سرعتها خمسين متر على الثاني يعني السرعة تطلع بكيل متر على الساعة هنحولها بعد كده المتر على الثاني طيب السرعة بتساوي المسافة على الزمن طيب المسافة كام 180 والزمن 2 يبقى 180 على 2 تساوي 90 كم على الساعة عشان نحول من كم على الساعة لمتر على الثانية بضع في كام 5 على 18 يبقى 90 في 5 على 18 سوى كام 25 متر على إيه على الثانية اتنين من النظريات التي فسرت نشأة الكون النظرية الحديثة صح نظريات توضح نشأة المجموعة الشمسية وليس الكون النظرية التي توضح نشأة الكون نظرية الانفجار العظيم 3 عندما يتحرك الجسم بسرعة منتظمة فإنه يقطع مسافات متساوية في أزمنة غير متساوية طبعا سرعة إيه غير منتظمة 4 المجرى عبارة عن كرة غازية متوهجة تدور حول نفسها فقدت حارتها تدريجيا وكوينة المجموعة الشمسية طبعا إيه السبيل 5 أكتب مثالا واحدا لكل من ما يلي 1 كائن حي يتكاثر بالتجدد صح نجم البحر 2 كضاء ضوئية تستخدم لعلاج أسر النظر العدسة المكعرة طيب طول النظر العدسة المحدبة 3 أحد أطوار الانكسام ميتوزي تستعد فيها الخلية للدخول في مراحل الانكسام صح الطور البيني 4 قطعة ضوئية تكون دائما صورة تقديرية معكوسة مساوية للجسم صح المرآة المستوية جيم الشكل المقابل يوضح التكاثر بالتبرعم في فطر الخمير أجب عما يأتي 1 ما نوع التكاثر في هذا الفطر؟ طبعا تكاثر لا جنسي بالتبرعم اثنين اثنين اذكر مثالا من الكائنات عديدة الخلية التي تتكاثر بالتبرعم مثل الهيدرا والاسفنج ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر